واختتم حديثه في النهاية الاقتصاد المصري حصل الآن على صناعة جديدة وهي الطاقة النووية بنبارك لنفسنا الحقيقة وبنبارك للمصريين دي خطوة وحلم كبير يمكن بدأناه قبل كده وتعثر والآن نستطيع اكماله ورئيس السيسي أشار إلى أنه المشروع بيسير بوتيرة سريعة كمان أكبر وأسرع من المتوقع ودي مؤشرات جيدة جدا 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 وإحنا نحتاج طبعا بشكل كبير جدا للطاقة النووية السلمية النظيفة هتعمل نقلة نوعية في إمدادات الطاقة في مصر ربما في المنطقة كلها عشان كده خلينا نروح نشرح مع حضراتكم أيضا اللي شفناه النهاردة وتأثير ده هيكون علينا إزاي وإمتى نشوف اختتام واكتمال المشروع بصغطه النهائية وبداية الإنتاج كل دي الأسئلة دي هنروح بيها للدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة المتجددة من راحب بيه هاتفيا معنا في الخلاصة أهلا بيك دكتور منوارنا أهلا بحضرتك وبأستاذ المشاهديني كانوا أهلا بيك إحنا إيه اللي كنا نتفرج عليه النهاردة ده ماذا يعني في سلسلة بناء المفاعلات النووية والله راحبتك إحنا بنشوف حاجة عظيمة جدا داخل جمهورية مصر العربية أولا بنشوف نقل التكنولوجيا للطاقة النووية إلى جمهورية مصر العربية ودي من أعظم التكنولوجيا الموجودة في العالم مع مراحلة أن المحطة النهوية الموجودة هي الجيل الثالث فلاص وجيل الثالث فلاص ده أحدث ما أنتج من الطاقة النووية ومن شروطه في الأمان عالية جدا أولا قبل أن نتكلم على الشروط بتاعة الأمان التكنولوجي أصبحت دلوقتي هتعمل مصانع مصرية روسية وتتنقل التكنولوجيا بتاع الفصنية الطاقة النووية داخل جمهورية مصر العربية اللي هيقوم بها المصريين من شراكة مع الروس ثانيا نحفيه محاكي يشابه المحطة المحاكي بيتدرب عليه القائبين على العمل داخل المحطة والمحاكي يعني معناها أنه هو بيقفز ما هو موجود داخل المحطة على الحقيقة فده بيدي خبرة وبيدي مجال أكبر لتعليم ووصوله إلى التكنولوجيا بسهولة ثانيا المحاكي كمان بيحاكي أي مشكلة ممكن يتتوقع أو تحصل وإزاي يدي له الحل بتاعها فده بيدي له عصر التصرف وصرعة التصرف بلا قدر الله أي مشكلة اللي هي بيحصلة موقع المحطة اللي موجود هو معمول فوق سطح البحر بارتفاع عشر متر ده بيتفادى أي مشكلة لارتفاعات المياه زي تسونامي اللي كانت وصلت أخيرها لتبع متر فده بيبقى في مجال الأمان كمان احنا بنقول أنه هو A plus S plus ده اللي هو موجود غرفة تحت المفاعل لو قدر الله حصل مشكلة داخل المفاعل الغرفة دي بتفتح وبتلم المفاعل المفاعل بينزل جواها وتتقفل فبالتالي بيبقاش فيه أي تأثيرات من لو قدر الله إذا حصل أي مشكلة في التبريد داخل المفاعل حضرتك كمان أن روسيا مشتركة معنا بأكثر من 85% من رأس مال الإنشاء بتاع المفاعل والقرض ده إحنا بنسده بعد ما المحطة بتشتغل وتتسدي تنتج إحنا بندفع القرض من الإنتاج بتاع المحطة هم هم يساعدون في الوقود النووي النفايات النووية ومضاقة تم تدريب مصريين على ده على كذا وكمان حضرتك الوقود النووي ومرحلة الأولى بالكامل العادي فاها موجود وموجود خمس سنين لقدام وخمس مراحل لقدام وفي اتفاقية أن مصر لها الأحقية أنها تمسج هذا الوقود النووي داخل جمهورية مصر العرضية لأنه فيه وصل الوقود النووي داخل منه داخل الجزء منه من مصر فلا الأحقية أنها تمسج الوقود النووي يعني بعد كذا إحنا لا نستطيع أي حد نشتري منه وقود نووي نعم طيب بالضغط نحن معلناش القيود سياسية لأنه كان عندنا أربع محاولاتها بيكودها وفشرت كان منهم اتنين فشلوا بسبب القيود السياسية على أنه عندنا محطة نووي طب الى فنو نعم طيب ده ينعكس بشكل مباشر إزاي علي أنا كمواطن وعلى خططنا كمال للتنمية في مصر ويمكن إشارة سيد الرئيس لفكرة إحنا في عصر بنشهد في مشاكل في مددات الطاقة حضرتك الطاقة النووية هي طاقة نظيفة طاقة نظيفة بمعنى هي مش متجددة ولكن نظيفة كلمة نظيفة معناها أن هي كل ما بنت كيلو واط من الكهرباء بيطلع قدامه ما يقرب من 15 جرام ثاني بسيد كربون لأنا قرنته بالغاز اللي أنا بستخدمه في محطات الكهرباء كل كيلو واط بستخدمه من المحطات الغاز بيطلع قدامه ما يقل عن 500 جرام ثاني بسيد كربون فبالتالي أنا بحصل على بيئة نظيفة أجي واحد اثنين أنا كل 150 كيلو واط بأخذهم من المحطة متوفر قدامي وحدة حرارية من الغاز الوحدة الحرارية من الغاز لها ثلاثة استخدمات اقتصادية الوحدة الحرارية دي لو حطيتها في محطة الكهرباء فشعرها ثلاثة دولار لو حطيت الوحدة الحرارية في مصانع البتروك كيمويات تخصصها أضعاف مكتب لو حطيتها في التصدير بيعها ب27 دولار لو حطيتها في توين السيارات بيتديني مقابل لها 28 دولار ايضا كمان اعتقد انه هتسان في توفير بقى الوقود الاحفوري الغاز اللي احنا ده نخدمه هنا طبعا نصدره اولى ويبقى عندك التطاقة نزيفة في الداخل يعني ده المقابل بتاع استخدام للتطاقة النووية حيوفر للغاز اللي انا باستخدمه من المقابل ليه في الكهرباء اقدر استخدمه في اي حاجة من الثلاثة دولار وده العقد بتاعه بقى اقل شيء سيطع اضعاف ان انا استخدمه فيه في الكهرباء طبعا انا بشكر حالك شكرا جزيلا لطول سامح نعمان استاذ الهندسة وستشاري الطاقة المتجددة